زمان كنا على أيامنا كان التفوق يعني 100% 99 النهاردة منشوف أرقام أقل من دي كتير وأنا شايف أن ده خطوة إيجابية جدا من وزارة التربية والتعليم لأن أنا بنفعش أحط على الأولاد العبء ده أن هما لازم يتفوقوا قوي كده أو ما يعملوش أي حاجة تانية في حياتهم غير الدراسة لأنه في حاجة تانية مهمة زي الرياضة مثلا فلو عندي ولد بقى يعني خلينا أقول مش مستوعب المنهج والموضوع عنده صعب جدا أقدر أنا إزاي كأهله كبيت أحفزه أو أدعمه عشان يستوعب المرحلة الجديدة أو المنهج الجديدة اللي هو داخل عليها دي هي بتبقى قدرات يعني ممكن يبقى هي دي قدرته لكن أنا دوري إيه كأهل عشان أقدر أدعم ابني إنه يبقى أحسن في دراسته دي نقطة مهمة جدا يا فندم ولها أكتر من سبب لو إحنا مثلا بنتكلم على طالب في المرحلة الإبتدائية ممكن يكون سبب القصور في الفهم ده أو القصور في الاستعاب إن الطالب يعاني من صعوبات تعلم وبالتالي بنقول إنه واجب الأسرة في الأجازة إنه يتابع المشكلات دي يا دكتور محمد لو في الطالب عنده صعوبات تعلم نحاول نعالجها في فترة الأجازة لأن دي بتأثر بالتأكيد يعني يقدم له الدعم المناسب من خلال برضو بالتعاون مع المدرسة أو الأخصائيين الأخصائيين التربية الخاصة بحيث إن الطالب ده لما يدخل المدرسة يقدر إنه هو يجاري زملائه ويقدر إنه هو يستوعب المنهج زي زملائه بالزبط وده غالبا بتظهر فيه المرحلة الإبتدائية في حاجة تانية اسمها تأخر دراسي مش صعوبات تعلم بقى صعوبات التعلم دي مرتبطة بمشكلات في الدماغ يعني لكن في عندنا حاجات اسمها تأخر دراسي التأخر الدراسي ده ممكن يكون سببه إيه؟ ممكن يكون سببه خلافات في الأسرة مشاكل أو طريقة التعامل مع الإبن الخاطئة ممكن يكون سببه إن الطفل عنده أنيميا مثلا فنعالج الكلام ده برضو كله بالزبط فنعالج الكلام ده كله برضو في فترة الأجازة بحيث إنه لما يبدأ يبقى بادئ وهو مستعد استعداد تام وجيد يعني فيه برضو جزئية تانية مرتبطة بعدم المجارات المنهج وعدم فهمه بسهولة مرتبطة بحاجة بنسميها العبء المعرفي العبء المعرفي بينشأ من أكتر من مصدر يعني فيه عندنا بسبب صعوبة المادة يبقى عبء معرفي بنسميه العبء المعرفي الأساسي المادة صعبة مش قادر إن أنا أستوعبها أو صعبة في محتواها فيه عبء معرفي خارجي مرتبط بطريقة التدريس المعلم التفضيل المادة تعلمية وفيه عبء معرفي مرتبط بطريقة مذاكرتي أنا للمادة فإذا كان فيه عبء معرفي بيخليني أستصعب المنهج ومش قادر إن أنا أستوعبه بشكل جيد يبقى لازم أستخدم الاستراتيجيات المعروفة لمواجهة العبء المعرفي واللي بتبدأ بأن أنا أجزة المهام لو أنا شايف المهام كبيرة وصعبة ده لو المادة صعبة يعني فببدأ أجزة المهام بس لما أجزة المهام بقى لما زاكر جزئية في المقرر أصبر كده على نفسي دقيقتين أو تلاتة لحد ما تطلع من الزاكرة العاملة دي وتروح للزاكرة طويلة المدى إنما هي المشكلة اللي أبنائنا بيعملوها إيه؟ إنه هو بيمسك الفاصل كله أو الأربع خمس ورقات عايزة تذكرهم كلهم مع بعضهم مرة واحدة يفصلها أكتر أو يجزأها تجزأها والجزء اللي تذكره تسيبه شوية تعمل فاصل لحد ما يروح للزاكرة طويلة المدى ويستخر فاصل بسيط كده ثلاث دقايق وبعدين تذكر النقطة اللي بعدك كمان التلخيص حاس في غير المهم والتركيز على المهم بس أستخدم الألوان أستخدم أنوع أنا بقى في طريقة العرض المدى اللي أنا بذكرها وزارة التربية والتعليم أتحت لك الكلام ده أن أنت ممكن تشوف فيديو وممكن تستمع ده كله كمان بيزود قدرتي على استعاب المدى بالضبط يعني أنه يبقى فيه أكتر من شكل للمدى بش بس مجرد أن حاجة ورقية أو حاجة قدامي بيشو لأن فيديوز ما تتعلم عن طريق النظر وفيديوز تعلم عن طريق السماء أستخدم أكتر من طريق بس في حاجة بقى أنا مش ببقى بتعلم عن طريق البصر يعني حاجة كده بيور يعني لأ يعني أنا بنسب بفتكيرها أكتر وكل واحد فينا بيتعلم بالتلات طرق أو بالطرق كلها بس بنسب فأنا علشان أضمن أن أنا حققت كل الاستعاب بتاعي وأن أنا جمعت كل الطرق خدت نسبتي من كل طريقة يبقى أجمع كل الطرق أشوف فيديو وأقرأ وأسمع وأرسم وأكتب واستخدم الخرايط الزهنية يبقى أنا كده واجهت لعب المعرفة استخدمت أكتر من استراتيجية إزاي ما حريب تقول